اشتركوا في القناة الركن الشيخ احمد بن محمد الخليفة وكيل وزارة الدفاع وخلال اللقاء قام الصاحب المعالي القاد العام لقوة دفاع البحرين بتسليم سمو مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي وسام تقدير الخدمة العسكرية من الدرجة الاولى والذي منح لسموه من لدن خضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى القائد الاعلى حفظه الله ورعى ورحب صاحب المعالي القاد العام لقوة دفاع البحرين بسمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وأشاد معاليه بالجهود الطيبة لسمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وعمله الدؤوب في كل ما من شأنه تحقيق المزيد من التطور والتقدم القتالي والإداري بالحرس الملكي لقوة دفاع البحرين حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين اشتركوا في القناة